إمتى الراجل يقول أنا عندي مشكلة في الانتصاب؟ والدورة الجنسية عموماً بتبدأ بالرغبة الجنسية مرورة بالانتصاب، بعد كده بتنتهي بالقصف وبالتالي ضعف الانتصاب إحنا بنعتبره شكلي من أشكال الضعف الجنسي العلاجات الحديثة في ضعف الانتصاب المحور الأول هو العلاج الدوائي العلاج بالموجات الصدمية الملاز الأخير أو الحاجة النهائية لها الدعمات ما قداميش غير الجراحة، ما قداميش غير الدعمة القرار دا مش سهل الدكتور طبعاً أو الطبيب المتخصص هو اللي بيقدر يقرر للمريض إمتى عن ركب الدعمة الدكتور صلاح زيدان أستاذ جراحة الكلة والمسالك البولية والتناسلية استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي بكلية الطب جامعة الأزهر عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية والمصرية والدولية لجراح المسالك البولية وأمراض الذكورة أهلاً بكم الحقيقة النهاردة حلقة مهمة جداً عنوانها إنه إحنا عندنا كسل عندنا نوع من التحمل الغير منطقي لمشاكل الجهاز البولي ومشاكل القدرة الجنسية يعني إيه تحمل؟ يعني تلاقي الراجل بدأ يعاني من مثلاً مشكلة زي سلسل بول أو مشكلة بولية أو الطفل عنده مشكلة تماها في البيت الأسرة متمنشة هذه المشكلة وبيتعامله معها على إنها هتتحل بمرور الزمن ويتأخر الذهاب إلى جراح المسالك البولية أو دكتور المسالك البولية لكي يتعامل مع هذه المشكلة الراجل بدأ يجيله ضعف جنسي وبرضه مؤخر تعامل الأعمال يداري المشكلة بأي حاجة حبايا يقولك النهاردة يمكن أنا مرحق يمكن نفسيتي تعبانة يمكن يطلق مراته يتجاوز واحدة تانية يقولك هي السبب يعني أجل المشكلة وبرضه ما يروحش للجهة اللي المفروض يروح لها وهي الدكتور اللي هيعالجه تأجيل وتحمل المشكلة لفترة طويلة ده خطر شديد وممكن يوصل المشكلة من مشكلة زاد بعد واحد أو زاد يعني ده نقول درجة نقول عليها درجة واحد لأنها تكون مشكلة زاد أبعاد كتيرة وتقلب لمشكلة بقى زاد درجات متقدمة بمضاعفات بمشاكل في أجهزة قد تصل إلى فشل كلوي مثلا نهض حوار بهذا المنطق إمتى المريض يذهب إلى دكتور إمتى قصص مهمة وحكايات أهم تعالوا نتبحى مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير اللي بسعد جدا بحواره معه لأنه حوار علمي على طراز عالي جدا من الرقي وأيضا في منطقية الحوار والمهنية المطلقة وأيضا الضمير المهني الذي نعلمه عنه ضيف العزيز الأسود دكتور صلى الله زيدان أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك منورنا سعيد بهذه الزيارة بنا خليك على أسعد عايزة أبتأتكلم على فهر يعني إيه جهاز بولي بمشاكل إيه مشاكل جهاز بولي آآ يعني خلينا قبل ما نتكلم عن مشاكل نعرف يعني الأول هو إيه جهاز بولي أيوة يعني إيه التركيب التشريحي أو إيه الحاجات المكونات بتاعة الجهاز البولي عموما وطبعا معنا برضو الجهاز التنسل فطبعا الجهاز البولي بيبدأ بالكلية وبعدين بالحالب وبعد كده المسانة ودول كلهم بيتجمعوا في نقطة اللي هي نقطة البروستات آآ بعد كده مجرى البول وبيخصونا طبعا العضو الزكري بمشاكله آآ طبعا الخصية والخصية طبعا هي المسؤولة عن إنتاج الحالات المنوية ومسؤولة طبعا برضو عن آآ هرمون الزكورة اللي هو آآ مسؤول عن الصفات الزكورية للرجل والرغبة الجنسية فطبعا المشاكل طبعا كبيرة جدا يعني مشاكل الجهاز البولي والتناسولي من البرانشات يعني البرانش اليورولوجي أو الاندرولوجي من مشاكل مشاكل كبيرة جدا فطبعا أي مشاكل ممكن تحصل في الكلاس الحصوات بتبدأ من الحصوات بررا بالالتهابات بررا بالعيب الخلقية ممكن تنتهي لقدر الله بالأورام نفس الفكرة في الحالب ممكن المسانة ومشاكلها كلها برضو من أول الالتهابات والأورام البرستاتة برضو من الجزء كبير جدا فمجرى البول العضو الزاكري بمشاكله سواء في ضعف الانتصاب سواء أمراض معينة أمراض خلقية أو أمراض ورصية كل دي بشاكل كبيرة جدا فبالتالي جهاز البولي بيمثل جزء كبير جدا في برانشات الطب فبالتالي مشاكله كتير جدا عايزة تكلم الأول على الأعراض برضو دايما في الكتب يبدأوا خصوصهم في المسالك ويذكروا الأعراض في الأول طبع الأعراض بتختلف من سواء كان رجل أو كان سيدة أو كان طفل فالأعراض عموما أهمهم زي أي برانش في الطب اللي هو الألم فالألم ممكن يكون ألم في الكلة ممكن يكون ألم في المسانة ممكن ألم في العضو الزاكري ألم خاصة بالتهاب البرستاتة ألم في الخصيتين فطبعا على رأسهم طبعا يأتي هو المغس الكلوي المغس الكلوي ده مشكلة كبيرة جدا وممكن أكتر حاجة بيتقابلها لهو حدوث المغس الكلوي فهما سموه مغس الكلوي لأنه ليه مكان معين يعني مكان معين خاص بالكلة زي مثلا بيبقى في جزء معين لهو في الجنب فهو الجزء بين الضلع الأخير والعمود الفقري دي بنسميه الرينا الأنجل اللي هو الجزء الخاص بالكلة وبالتالي أي مريض بيحس بواجع في جنبه بيجي رايح لكتور المسالك طبعا الأعراض ممكن تتشابه في بعض الناس ممكن ألم عضلي وده طبعا بيصاحبه ألم في العمود الفقري ألم في الرجلين ممكن يكون مشاكل في القولون بس ده في الغالب بيصاحبه طبعا وجود انتفاخات وجود حموضة لو ألم على ناحية اليمين ممكن يكون أعراض زي أعراض الحصوة المرارة ممكن ألم الزايدة قد تتشابه في بعض الناس تشخص الزايدة على أنها مغس كلو فبالتالي المغس الكلوي ده بيحصل نتيجة إن لو في حصوة ونزلت في الحالب وسدت الحالب أو سدت حوض الكلة فبتعمل الارتجاع على الكلة وبالتالي بيحصل حاجة اسمية يعني الكلية فيها كابسول جزء الخارج فالضغط على الحوض الكلة أو الضغط على الكابسولة الخارجية بتاعت الكلة ده قد يؤدي إلى حدوث المغس الكلوي بعض الناس ممكن القلم ده يسمع في العضاية التنسلية أو يسمع فوق العانة بعض الناس ممكن يسمع في الخصية أو بعض الناس يجي بأعراض قيء أو غسيان بيصاحب المغس الكلوي برضو بعض الناس ممكن يجي بالتهاب أو حرقان في البول دخول حمام كل شوية بعض الناس يقول لك أنه عندي احتباس بولي يعني حاسس أن البول ما بينزلش وحاسس أن المياه نقط وبالتالي قد يشخص وجود حصوة في أسفل الحالب على أنها احتباس بولي أو التهاب في المسانة أو التهاب في البرستات وبالتالي لازم ناخد بالنا كويس حتى الكلام زماني الأطباء أنه بنشخص هل ممكن الأعراض قد تتشابه حصوة في أسفل الحالب قد تتشابه مع التهاب المسانة قد تتشابه مع التهاب البرستات دايما الثقافة يعني في الغرب تحديدا بيقولك راقب دائما زي ما بيقوله أو السيكريشنس بتاعتك فبيلاقبه كويس بيبصه كويس جدا على لون البول هل البول ممكن يديني انطباع عن طبعا هو لون البول هو ده العلامة المميزة يعني ده اللي يقولك طبعا إحنا كمصريين عموما لما بنلاق أي تغير في لون البول ده بيلفت النظر شوي فمشاكل البول قد تكون حكتين قد تكون مشاكل في التبول وممكن تكون مشاكل في البول مشاكل التبول إحنا بنقسمها لحكتين قد تكون أعراض تهيك في المسانة وممكن تكون أعراض انسدادية يعني الإنسان يحس أن البول فيه سدد أعراض تهيك في المسانة ممكن المريض يحس بحرقان في البول عنده رغبة ملحة في البول دخول حمام كل شوية في بعض الناس يحس أنه ما فرقش البول كويس بعد ما بيخلص حمام عايز يرجع تاني أو فيه ساعات يقول لك فيه نقطة كده دكتور عايز تنزل ووقفه في مجرى البول فدي أعراض تهيك في المسانة بعض الناس قد تكون عندهم أعراض انسدادية زي مثلا أنه هو بيغيب عمال البول ما يبدأ أو عنده صعوبة في التبول وحيانا البول لما بينزل ينزل متقطع ممكن أن البول ينزل ضعيف ضعيف جدا كل هذه الأعراض قد تنتهي في الآخر باحتفاس بولي يعني ممكن المريض يجينا باحتفاس بول وعنده ألم شديد جدا وإحتفاس بولي في ناس فترات طويلة جدا دي المسانة وتحتها البورستات دي المسانة والبرستاتة بالظبط ودي أعرض البول يعني البول ونزل في المنطقة دي دي الأعراض الانسدادية ممكن البول يحس بقى أنه ده فيديو حلو قوي على الفكرة يعني فيديو رائع ده مهم جدا الحقيقة فممكن ينتهيب احتفاس البول وممكن في بعض الناس لو يعني بيتأخر شوية ده قد ينتهيب حاجة اسمه احتفاس بولي مزمن واحتفاس البولي مزمن ممكن أن تنتهي بسلس بولي ومن ضمن الأعراض برضه لممكن تجلنا ممكن المريض يكون عنده سلس بول وده في الغالب في الستات والسلس البولي ممكن المريضة تحس يعني تقول يا دكتور مثلا أنا ما بكوح أو أعطس البول ينزل وده حاجة اسمها سلس بول جاهدي بنسميه stress incontinence بعض الناس عندها حرقان في البول ما بتلحقش نفسها لن بتجي تدخل حمام أو تقول لك أنا بتزنق في المياه وممكن البول يسبقني ده حاجة بنسميها سلس بول الحاحي أو urge incontinence بعض الناس عندهم لتنين حرقان في البول وما بتلحقش نفسها وفي نفس الوقت لما بتكوح أو تعدس أو تغير وضعها بيحصل سلس بولي في بعض الناس بيبقى عندهم البول سايب على طول يعني مثلا تقول لك أقول أنا بل بسحف وضع والمياه سايب على طول وده حيانا بيحصل بعض العملات الجراحية لو قدر له في مشكلة في العضلة القابضة للبول ممكن في بعض الناس عندهم نصور بولي مهبلي فممكن يجي بسلس بولي إن الماء بتنزل على طول يعني بعد أحيانا القيصريات أو أخطاء مثلا في عملية أو حاجة فممكن يحصل نصور بولي مهبلي بالنسبة بقى للبول ممكن يكون في مشاكل بقى في البول سواء كان لون البول ريحته بعض الناس بيبقى ريحة البول مضغيرة وده بيبقى علامة برضو بوجود ميكروبات أو بوجود الاتهابات بعض الناس اللي عندهم سكر برضو بيبقى عندهم مشاكل ريال الحيات الضيابيتي الكيتوأسيدوزز ممكن يحس ريحة الاسيتون اسيتون أودري بعض الناس ممكن يكون كمية البول في مشاكل ممكن يكون في عكار لون البول طبعا مهم جدا دهци desar فاللون بعض الناس ممكن تعكر في البول وده بيكون ممكن نتيجة صديد في البول أو يكون بعض الناس تقول في بول رغوة كده أو رغاوي في البول ده يمكن يكون بسبب فقد البروتينات وده قد يكون انذار بحالة الكلام ممكن يكون فيه قصور كلوي بعض الناس يحس ان فيه قطع كده او حاجات بتنزل مع البول ودي قد يخد انزار للوجود الاورام اورام في المسانة او اورام في الكيلة او الحالب وقد يكون اورام البروستاتا فطبعا دي مشاكل كتيرة جدا بتاعت الجهاز البولي هل التهاب المسارك البولية ممكن يأثر على علاقة الزوجية؟ طبعا التهاب المسانة والبروستاتا سواء بقى يعني احنا بممكن نقسمها الحاجتين سواء كان في السيدات او كان في الرجال الستات ممكن يعني الحاجة الكومن قوي بيحصل لهم التهاب في المسانة وغالب بيبقى التهاب متكرم بتخف وبيرجع تاني ده بنيجي التهابات النساء والنساء دي ممكن تطلع على مجرى البول وتعمل التهاب في المسانة فبالتالي بيحصل عندهم حرقان في البول بيبقى عندهم صعوبة في التبول او دخول تكرارة دخول الحمام كتير جدا وبالتالي هي يعني بتلجأ للنفور من العلاقة الجنسية بسبب انها خايفة من الثلاث البولي ألم أثناء الجماعة نتيجة الاحتكاك بجدار المسانة في الرجالة طبعا ممكن يحصل برضو بسبب انهم بيبقى عندهم التهاب في البروستاتا فممكن يحس بحرقان أثناء القصف ممكن يكون عنده ألم في العضو الزاكري بالتالي بيجي يقيم علاقة جنسية بيبقى عنده ألم شديد جدا فبالتالي بينفور من العلاقة الجنسية هل وجود ألم أثناء القصف ده علامة خطر؟ ألم أثناء القصف ممكن يكون ده التهاب في البروستاتا يعني في الغالب ممكن يكون التهاب في البروستاتا وبالتالي ده أحيانا المريض ممكن يحس بألم في العانة ممكن يحس بحرقان في البول ألم في مقدمة العضو الزاكري وبيسمع في الخصيتين ممكن يسمع في فتحة الشرج أو المنطقة المبين فتحة الشرج وما بين الخصي طبعا القلم ده بيبقى في بعض الناس ما عندهم التهاب الشديد في البروستاتا ممكن يكون حات وبعض الناس ما عندهم مزمن فتلاقي المريض عنده التهاب مستمر ياخد ألاج ما يتحسنش يرجع تلاقيه يطلع من الدكتور ده يروح الدكتوري التاني باستمرار إنه طبعا ما يتحسنش فطبعا ده من ضمن الحاجات اللي هي بيبقى الألم الشديد جدا ومتكرر يخفه ويرجع تاني فبالتالي هو طبعا الكورسي الألاج بتاعه بيغيب شوية يعني بيمتدل لثلاث شهور فالمفروض إنه احنا بنفهم المريض الكلام ده يبقى فاهم إن الكورسي الألاج هيتأخر فيه رجل عند القذف يجد دم نازل مع السائل المنوي ده شيء خطر؟ هو طبعا دم وجود دم في السائل المنوي ده يعني علامة منزرة بالخطر طبعا ممكن يكون فيه مشاكل بس وجود دم في السائل المنوي في الغالب بيبقى شبه متكرر وأحيانا ممكن يكون بدون سبب يعني أحيانا ممكن ندور على السبب ما يلاقيش سبب واضح يعني وفي الغالب بيختفى بسرعة ما ببقاش موجود لكن ده بيختلف حسب السن يعني ممكن في بعض الناس بقل من 40 سنة ده بيكون نتيجة التهاب مستمر في البروستاتا التهاب في مجرى البول بعض الناس اللي عندهم التهابات جنسية أو أمراض المنتقل الجنسية ممكن يكون عنده التهاب في الخصية أو التهاب في البروستاتا ده الحاجات الكتير أول ونادرا ما يحصل أورام يعني لهو أقل من 40 سنة بعد 40 سنة ممكن يكون طبعا بيبقى أخطر شوية لأنه بيبقى التهاب في مجرى البول ممكن يكون مشاكل في البروستاتا أو أورام للبروستاتا أحيانا بعض الناس اللي بيبقى عامل عينة من البروستاتا بيلاقي دم في البول فطبعا دي من العلامات الخطر يعني لازم طبعا نستشير الطبيب في الجزئية دي بالذات يعني عايز أدخل على الجهاز التناسولي بقى أو ببقى نصح المشاكل الجنسية هبدأ بالتواء الخصاتين مشكلة أكيوت مشكلة حد طبعا هو مشاكل الخصية مهمة جدا زي ما قلت الحضرها كفل كده الخصية مسؤولة عن حاجتين أول حاجة اللي هو تصنيع الحينات المنوية ده المصنع اللي بيكون الحينات المنوية الحاجة التانية تكوين هرمون الزكورة اللي هو هرمون مسؤول عن العلامات الجنسية بتاعت الزكورية طبعا دي مشكلة بتبقى طارق يعني دي مشكلة الطوارئ دي ميرجنسي حاجة بتلاقيها ببص فجأة المريض جاي بألم شديد في الخصية وبتحصل في سن من 16 ل 18 سنة بيبقى خط خبطة حركة مش مزبوطة بعض الناس بي عندهم خصية معلقة بعض الناس عندهم حاجة سمارة راكتايل تستس الخصية نفسها ما بتنزلش كويس للكيس وبالتالي بيحصل فجأة التوقف في الخصية للأسف بعض الناس بتشخصوا على إنه التهاب في الخصية يعني المريض بيروح يكشف ساعات بيروح الطوارئ أو بيروح الدكتور مش مختص فبيشخصوا على إنه التهاب في الخصية أيوة مشكلة بقى في كده إنه لما بيشخصوا التهاب في الخصية بيدي أديره عليك دي مشكلة لو ما تلحقتش في خلال ست ساعات بيحصل مشكلة كبيرة جدا في الخصية عند الخصية طبعا حداك عارف ده التواق في الحبل المنو حبل المنو بيحصل له التفاف في اللي هو الوعاء الناقل في الشرايين في الأوردة في الأعصاب الشراء نفسه الشراء نفسه بيحصل له التواقفة بيتقفل فالدم اللي رايح للخصية طبعا فالخصية كناسيك بتموت الخصية بيحصل فاوض مور ده المفروض يتلاحي في خلال ست ساعات نحن يعني للأسف أنا ممكن في شهر قابلت أربع حالات انتهوا باستقصال خصية بسبب أنه سوء تشخيص المريض بيوصل متأخر بيشخصوه على أنه التهاب في الخصية فالتهاب الخصية بيبقى عبارة عن ألم احمرار في الخصية تورمات بيصاحبوا ارتفاع في درجة الحرارة في بعض العلامات الدكتور المختص هو اللي بيقدر يحدد لكن التواقل الخصية برضو نفس الكلام بس طبعا في الغالي بيبقى عبارة في ارتفاع في حرارة قوي بنشخصه بأشعة الضبلر دي أشعة مهمة جدا يعني لازم تعمل أشعة الضبلر للمريض لو أنت مش متأكد لازم تعمل أشعة تشوف البلاتس بلاي أو البلاتفرو أو الدم اللي رايح للخصية كويس ولا لا يبقى مواضيع كثيرة هذه هي الطليعة لكن مواضيع كثيرة بس تمتع دايما بحوارك كسيف العلم كثير المعلومات أول ما أنا بسألك السؤال أنا عارف أنه فيه كم معلومات كبير جدا موجود كل واحد من ده هيبقى تقريبا حلقة أو أقل شوية فيهرس الجهاز التناسولي والجهاز البولي نورتنا يا فندم شكرا جزيلا على هذه الزيارة خلينا مع ناس الحب كلمة روما يعني بين روماتيزم يعني أمراض متعلقة بالمفاصل المتألمة جهاز المناعة مش موجود في مكان معين في الجسم جهاز المناعة عبارة عن أنسجة عن أجهزة عن خلايا عن مواد بتعمل إشارات بين الخلايا بنسميها سيتوكاينز وعن أجسام مضادة 70% من الحالات ممكن تقعد من 8 ل 10 سنين بشكل صدفي مميز اللي هو التهاب الصدفي الجلدي بعد العاشر سنين يبدأ العيان يشتكي من ألام المفاصل مرض الزقبة الحمراء زي ما قلنا بيصيب الستات أكتر من رجالة بنسبة 9 لواحد بيبقى سنهم صغير اللي هو سن الهرمونات أو التبويد من 15 ل 45 سنة